اهلا بحضراتكم من جديد وتريند الاهلي طبعا مباراة النهاردة مباراة امبي والاهلي في الدورة العام مباراة بيرة جدا لان امبي من الفرق منذ ان صعدت للدورة الممتاز حوالي 15 سنة عملت نتائج جيدة جدا الاهلي وامبي لعبوا في الدورة 34 مباراة انا استعرض معكم تاريخ مواجهات الفريقين لكن في الدورة فقط 34 مباراة الاهلي فاز في 23 امبي فاز في 4 مواجهات وتعدلوا الفريقين حوالي 7 مباراة الأهلي أحرز 62 هدف في شباك أمبي بينما أمبي أحرز 33 هدف في شباك الأهلي طبعا الغلبة والكلمة العليا للنادي الأهلي في مباريات أمبي خلال الفترات السابقة لكن عموما في النهاية الملعب و11 لعب داخل الملعب كل واحد بقى بيبقى لي طريقة لعبه معينة واسلوب معين وفي النهاية الأرقام شيء لكن أرض الملعب بالتأكيد محتاجة مجهود وأداء شيء تاني خالص طيب نروح لتريند الأهلي ونشوف معنا النهاردة إيه عنوين؟ من خلال السوشيال ميديا أول حاجة من الصفحة الرسمية ليلا كورة طبعا الصفحة الرسمية على الفيسبوك اتكلمت على التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام أمبي النهاردة في الدوري وقالوا أن مروان محسن هيقود خط الهجوم والتشكيل على لطفة إحراسة المرمى خط الظهر من الليمين للشمال أحمد فتحي زاهير أيمن أيمن أشرف زاهير أيصر حمد فتح ومحمد هاني اتنين مساكين أمامهم اتنين وسط ارتكاز عمر السلية وقاليو ديانج أمامهم صانع ألعاب أفشة وسلاسي هجومي جونير أجيه وحسين الشحات ومروان محسن طيب الصفحة الرسمية لسوبر كورة أيضا كمان بتتكلم على التشكيل المتوقع اللي ممكن الأهلي يلعب به النهاردة عالي لطفة إحراسة المرمى خط الظهر من الليمين الشمال يمكن حطوا هنا محمد هاني زاهير أيمن وحطوا أحمد فتحي زاهير أيصر زي ما حدث في مباراة المقاولين حمد فتح وأيمن أشرف اتنين ارتكاز ويمكن الكل طبعا بيأكد على فكرة حمد فتحي يكون في خط الدفاع أليو ديانج والسلية في وسط الملعب أمامهم حسين الشحات وجونير أجيه ومحمود كهربا ومروان محسن في خط الهجوم اشتركوا في القناة